اهلا وسهلا بكم في حوار فرنس فانتكات ضيفنا هو رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم ودية الجري اهلا وسهلا بكم في قناة فرنس فانتكات وفي باريس مرحبا برك الله فيكم مش نشكورين على الاستيطافة ويشرفني يكون معكم طيب السؤال الذي ينتظره كثيرون في تونس لماذا لم يقع بث المباراة الودية بين المنتخب التونسي ومنتخب جزر القمر والله هو سؤال وجيه وحتى انا نسأل هي سؤال هذا كما المواطنين التونسي انت لا علاقة لك بالموضوع لانه سؤال هذا يتواجه للقناوات التونسية وبالتحديد القناة الوطنية لتاريخيا هي اللي عندها معناها مهمة بث مقابلات المنتخبات الوطنية لان هي اسمها منتخبات وطنية والقناة التونسية اسمها هي خناة وطنية وبالتالي معناها اليوم الجامعة التونسية الكرة القدم لا هي واسة اعلامية ولا هي شركة انتاج لا تنتج ولا تبث هي دورها أنها تنظم مباراة إعدادية لكيس العالم في الفترة هذه وبالتالي السؤال هذا أنا بدي نوجهه مع كافة الشعب التونسي اللي يتسائل تحمل مسؤولية للقناة الوطنية للقناة التونسية وخاصة القناة الوطنية أنت أبلغت بذلك قلت أن المباراة ستقع في اليوم الفترة ننشر كل المقابلات نشرناهم الموقع ستريمينج جيد الموقع ستريمينج في تونس منذ سنة تقريبا ثم تخلي لتلفز الوطنية التونسية على دورها في بث المقابلات حتى في البطولة والكأس إلى غير ذلك ونحن المنتخب التونسي خنبدوا حتى على مقابلة البارح أغلب المقابلات في تصفية كأس العالم لم تبثها القناة الوطنية بثتها قناة ليبيا وبعض المقابلات لم تجد من يبثها بث الموقع الفيفا لأن الفيفا هي ملكة الحقوق في المنسبة للمقابلات الرسمية بالنسبة للمقابلة الودية في تونس قبل يومين بقت تم مقابلة ما بين المنتخب التونسي والمنتخب الفرنسي للأواست دور من هذا أكيد القناوات التونسية وأخصه بذكر القناة الوطنية وافقت أو أبدت القناة الوطنية رغبتها بشت بث بل يوم فقط أو يومين قالت يتعذر علي بث المقابلة ضد منتخب فرنسي أربح الأرجنتين تقريبا بستة وأربحها السعودية بخمسة وأربح إيطاليا بأربعة يعني جيل متميز جدا جدا وكانت فرصة بيش المقابلة يقع بثها على القناة الوطنية تخلت عن دورها الوطني إذا كان صح القول إيش عملت الجامعة التونسية لكورة القدم إنجت هي في تونس وبثتها على موقع الجامعة سؤال سهل يا جامعة كيف أنت أنتجتي وبثيت مقابلة الأوسط علاش لم تبث مقابلة الأكابل فقط لأن خارج حدود الوطن وقانونيا ومادين لا يحققناش باش نخلصوا بالعملة الصعبة بث وإنتاج مقابلة في خارج حدود الوطن في تونس ثم حرور قانونية وخارج تونس الحرور القانونية هذه نفتقدها هذاك عايق قانوني عايق قانوني مادي اليوم أنا اليوم مادية الأموال في الجامعة لا لا القانوني ما تصل بالمادي أنا البارح كنشوفنا شركة أنتج وخلصناها بالعملة الصعبة من غير من نعمل الإجراءات والترتيب الجريب حسب القانون التونسي تأخذ الجامعة مؤخذة قانونية تصل إلى القضاء فهل هذا يمكن؟ طيب لا يمكن أن نحمل فقط القانونة التونسية لأنه يوجد إشكالية في حقوق البث بين الجامعة والقانوات لا لا معنا نرى ذلك حتى في حتى في لا هذا كان عندنا عقد لا لا كان عندنا عقد مرتبط بثلاث سنوات مع عديد القانوات بالنسبة للقانونة البطنية ومع التاسعة وكرتاج بليوس في السنة المقال الفارتة ومع الدورية ومع الكاس كل القانونات التزمت ببنود العقد خاصة في موضوع البث إلى القانونة الوطنية تخلت منذ معناها مجيء الأخت المكلفة بتسير التلفز الوطنية ربما عندها خائراتها نحتربها ولكن الضحية في الأخر هو المتفرج التونسي للأسف الشديد المتفرج التونسي ساعدت يأخذ الجامعة ويسألها على حاجة مش نتعب اليوم القاناة هذه تنجمش تنظم مباراة متنجمش لأنه مش من المشمولات ومش من مهام احنا زدنا مش من شمولاتنا أنه نعمل نشرة أخبارية أو لنتج مقابلة خارج حدد الوطن مقاربة صغيرة ومقارنة صغيرة المقابلات لقاعدة سير توا خليني لشمال إفريقيا فقط ليبيا وجزائر ومغرب ومصر يخذ بثفها الجامعة المغربية أو الجزائرية أو المصرية طبعا لا شكوني بثفها القنوات المصرية أو الجزائرية أو المغربية أو الليبي لماذا تتخلى القنوات التونسية وأخص بالذكر القناة الوطنية على شأن وطني يهم التونسيكل فيما بقية القنوات المجاورة بكل قاعدة تقوم بهالدور المناط إلى عهدتها والواجب لأنه في نظري أنا واجب وطني مقابلة في البطولة والله نجم نجدهده أو مقابلة ثم المنتخب الوطني هذا شأن وطني يتحمل من يرفع شعار الوطنية في مؤسسته العمومية أنتم من اخترتم الملعب في كروسي في طواحي باريس والملعب الواقع في لوال كان هذا ملعب صغير وهناك عدد من الضيوف فقط وعدد كبير من التونسيين لما يتمكنوا من الدخول هذا صحيح هو المقابلة كانت مبرجة في أورليون صحيح وتعجل لا مش تعجل كانت نهار 22 وهذا سؤال مهم جدا قبل بثلاثة أيام فقط اعتذرت السلطات الإدارية والأمنية متى أورليون عن طريق بلدية أورليون ومجدنا مكتوب رسمي قالوا منا في عوض 22 لا يمكن أن تلعب المدخبة التونسي مع جزر القمر إلا يوم 21 ونحن كنا عملنا حجوزات كل في أورلي وأنا شخصيا تصدت حتى مع سعدة سفير تونس في باريس هنا في فرنسا ومشكور جدا قام بمجهودات مع السلطات المركزية والجهوية والمحلية ولكن تعذر عليهم الاستجابة لشأن يعرفوهم وقتها احنا وجزر القمر قلنا يامل بشناعبو ينهار 21 كما طلبت السلطات الإدارية والأمنية تاع أورليون ياما نشوفوا مواعد آخر الناخب الوطني التونسي والناخب متع جزر القمر رفض بشعبو 21 وبالتالي تغير المواعد تغير معناها خلق يو 21 أنا فنيا عنده شأنه مع البرباراتير فيزيك متاعه مع الطبيب الزوز كيف يرفض الناخب الوطني ويرفض جزر القمر بشعب 21 دونك إلتجأنا باش نحاولو وننجلو ومعلعب يستجيب لأهداف المباراة هذا مهم جزء العرضية العرضية جيدة لا 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 مش مشكلة عرضية نتدرب في الفريق الروسي في كأس أوروبا في فترة معين في 2016 كان كون خاص بكأس أوروبا صحيح منذ مدة فقط حسب ما بلغني أجارة تكون معلومة صحيحة كان موجود فيه ليفربول قبل 2014 وبالتالي هو فضاء اللائق بإجراء مقابلة حسب الأهداف المرسومة فنيا من هذه المقابلة تاريخيا المنتخب التونسي إن جيبت من كأس العام 2002 إلى اليوم لعب في مقابلات ودية اللي عندها طابع تدريبي ربما وتجريبي في ملاعب أقل قيمة ياسر 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 من اللي لعبنا فيه البارح وعلى كل حال نحن دائما نجتهد اجتهدنا في مقابلة تاريخية وأهم من مقابلة البارح من حيث القيمة التسويقية والفنية والإعدادية مع منتخب البرزيل لخلال خمسين سنوات لعبنا معها مارا بركا في ستة أجواء 1979 في تونس ومنتصف ترينينا برزيل أربعة واحد وكان وقتها موعد تاريخي اليوم ثاني مباراة في نصف قرن مع المنتخب البرزيل في ملعب ممتاز جدا هو البارك دو برانس في باريس من يدير المباراة؟ من يهتم بكل ما هو مسألة تنظيمية؟ وبالتالي نجاوبك وبالتالي نتصور نحن قاعدين نجتهد ثلاثة أشهر فقط كنا في اليابان في ملعب ممتازة جدا ودورة ودية أول عرب أول فريق أفريقي وعربي أخوها وكذلك حتى باش نرجع كل مباراة في التلفزي من نبث مقابلات اليابان والشيلي التلفزي الوطانية وقتها حب تتبث تبث وقتها حب تتخلى تتخلى المنرى هذه نحن ضيف على الاتحاد البرزيلي في فرنسا إذن لا علاقة لكم خاصة لأن هناك نوع من التشك من مسألة التذاكر والله حتى نتشك كيف لأنني عندي برشة أخارب بشيحر ممندخون موقع بجد يعني ولا سعار غريبة البداية كان السعر كان السعر بسيط 30 يور نحن تفوضنا مع الجانب البرزيلي وهذه ملاحظة نحب أن أكد عليها خرجت عديد الأرقام المادية ثم الاتحادات أخرى فعلا اخترحت مبلغ وصل إلى زوز مليون يورو طلب مع البرزيل لكن الاتحاد تنسي نجح في مفاوضاته لن يدفع أي مليم لأي جهة منظمة بتاتا لا مليم للاتحاد البرزيلي ولا لمنظمة المباراة وهم الذين بادروا بطلب المباراة تفاوض معها علاقات هذا تفاوض جيد بل بالعكس باش نأخذه شوائي طيب وبالتالي نحن الناس مش مش تدخلهم كافة الناس واخيرها مع نعتذروا لبعض الأطراف اللي مش مش نجزب تدخل لأنه لا عندنا البيوتري تذكر مش لينا نحن عبارة نلعب في البرزيل ولكن لكن هناك 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 الجالية التونسية طبعا وهناك نحب نشكر رئيس الاتحاد الدولي جانيان فارنتينو ورئيس الاتحاد الفرنسي لأنه عاونونا برش لأنه كان في الأول شوية ما كانش طريق سهل كانت الأمور صعبة في البداية البداية صعبة جدا إلى حين أنه الاتحاد برازيل قال أنا بش نظامه في ألمانيا ولكن نجحنا في الأخر ومشكورين جدا لدخله أنا أتصل بي مباشرة أنه كانت عنا بعض الأحاديث مع بعضنا ونجحنا الناس كل مع بعضنا بمعاونة الفيفا والاتحاد الفرنسي لكورتر خدم كجامعة تونسية لكورتر خدم بش نرعبه في فرنسا نظرا للعدد الكبير للجالية التونسية واللي لم يسناه اليوم وأنا كنت عبرت البارح بريمو منها الحظوة للخناها من الجالية التونسية غريب جدا معناها وسوف ترى ذلك في الملع وسوف ترى ذلك ومنها يعطيهم الصحة وبرك الله فيهم دون ما استثناء حتى طرف وهذا طبع التونسي خاصة وقت يكون خارج الوطن منتخب جاهز إن شاء الله بقدرة ربي هو الملجس هذا يتوجه للمناخب أكثر مني ولكن نقدر أنه جاهز بشكل كبير وخاصة أنه الأهداف منتع المباراة البارح بخدر نظر على الانتظار الأهداف منتع المباراة يقول للمدرب أنها تحقق بلسمة 95% أنه تم عناصر ربما كانت تبتت مكانها وثم عناصر جديدة كانت فرصة باش يشوفها وتأخذ في مقابلة مماثلة نجمش أول تأخذ ضد البلسي وثم عناصر ربما اللي كانت ما بينها تقعد أو ما تقعد فرصة باش يشوف الناخب الوطني وبقية مكونات الإطار الفني ما يصلح بالمنتخب مستقبلا وخاصة المستقبل القريب حد سعيد شكرا لك ودي الجري معالف شكر وبرك الله فيك ابقوا معنا على فرانس فاتكات